إيه أهم المعادن والไปاميات لالي يحصل عليها بأستمرار؟ من أهم الفيتامينات والمعادن الموجودة لدعم منعتي اه المعادن الانجاني من أهم الانجاني أو أهم الفيتامين لدعم المناعة أهم الفيتامين لدعم المناعة فيتامين C أيضاً هذا الرقم واحد عشان كده ايه موضوع ايه أول ما يجيز تلاقي مثلا الأم الولد جاء له برد volts شربه على طلاب برتقان علي فكلة الكريز فيه فيتامين سي اكتر من برتائن الطاوت فيه فيتامين st. فيه الكيوي فيه فيتامين سي اكتر البرتقان والشمس فيها فيتامين جabi اه طبعا و فيتامين ده بس في اوقات معينة بتالي دكتورة مش مش يعني في اوقات معينة الجسم بيمطست فيها العشاءة الشمس اذا السامن بناخد منه فيتامين دا هكذا الافتامين دا Violent مهمة للمناعة لكن التعرض للشمس من غير سانسكرين يعني ممكن اتعرض للشمس بس احط السانسكرين على وشي واخد في فيتامين اي وفايتامين سي لانه الاتنين دول بيمتصوا اشعة الشمس انا كنت فاهم ان اشعة الشمس فيها فيتامين سي مش دي لا فيتامين دي وفايتامين دي مهمة جدا 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 للمناعة طبعا وبذلك في حالات البرد كمان دايما وده برضو موروث اجتماعي كده من الامهات والجدات بتوع زمان برضو ما يكون الولد الصغير عنده دور برد بيكونوا حريصين جدا ان هو يتعرض لاشعة الشمس في توقيتات معينة والمدة معينة صح لان فيتامين دي مهم جدا فيتامين سي المفروض ان احنا فيتامين سي لو هتكلم عنه المفروض ان يبقى ما ناخدش قليل من وان جرام وان جرام ايه دينا ده كتير لا هو وان جرام حلو جدا وده موجود بقى في ألف مالتي فيد فيه 500 ميلي جرام نص عشان ادي برضو قابلية ان الناس تاكل اكل صحي فدي حاجة مهمة المعدن المهم للمناعة جدا اثنين زينك ونحاس الكابر الزينك مهم جدا للمناعة مهم جدا للليكوسايتس في ايه ويعمل ايه بيدعم الليكوسايتس بيدعم المناعة بتاعتي بيدعم خلايا الدم البيضة بيدعم جدا المعدة اولتن المناعة خلايا دم بيضة والميكروبيون الحمض المعدة بيحب جدا بيحب جدا الزينك وبيشتغل بالكفاءة مع الزينك عشان لو البكتيريا اكلناها في اكل مش نظيف الميكروبيون يشتغل كويس الكابر مهم الزينك ما يشتغلش من غير كابر فلازم يبقى مع الزينك على طول كومبلكس اسمه زينك كومبلكس او كيليتس زينك لازم يبقى معك كابر يسنده يشغله